موجز الثالث مساء من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير للتباحث بشأن تطورات الأوضاع في السودان هذا وأكد رئيسان على خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام هذا ووجه الرئيسان نداء للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان مناشدين الأطراف كافة بالتهدئة وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وأعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني كما أعرب الرئيسان عن استعداد نصر وجنو السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية وأكد أن تصاعد العنف لن يؤدي إلا لمزيد من تدهور الأوضاع بما قد يخرج به عن السيطرة مؤكدين أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيز الضامن لاستكمال المسار الانتقالي للسياسي وتحقيق البناء والتنمية في السودان أجرى وزير الخارج يسمح شكت لتصالا هاتفيا مع نظره السوداني على أعلي الصادق تناول التطورات الجارية على الساحة السودانية وجهود إنهاء الأزمة ونقل شكري لنظيره السوداني قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية لما تمثله من تهديد الأمن وسلامة الشعب السوداني الشقيق واستقرار دولته هذا وأكد سامح شكري لنظيره السوداني أن الموقف المصري سيظل دائما يدافع عن وحدة وسلامة السودان ومقدرات شعبه دون تدخل من أي طرف خارجيين بأي شكل يؤجج من النزاع الجاري كما استمع وزير الخارجية إلى التقييم لوزارة خارجية السودان للأوضاع على الأراضي وللجهود والاتصالات الإقليمية والدولية الجارية في إطار متابعة تطورات الأزمة وتترق الاتصال إلى أوضاع الجالية المصرية في السودان وأهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين المتواجدين في السودان أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندبين الدائمين في دورته غير العادية عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا خلال الاشتباكات الأخيرة التي تشهدها السودان متقدما بخلص العزاء لذوي الضحايا والشعب السوداني بأكمله كده بيان صادر عن الاجتماع على ضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضيه وسيادته فضلا عن التأكيد على أهمية العودة السريعة إلى المصار السلمي والتأسيس لمرحلة جديدة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي كما حذر البيان من خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده جمهورية السودان وما يصاحب ذلك من تدعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليا وخارجيا مما يحتم على كافة الأطراف إعلاء مصلحة السودان دولة وشعبا عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل معا على تهديئة الأوضاع وجهت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي التهنئة للشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد القيام المجيد وعلى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت السيدة انتصار السيسي أن المصريين يضربون في الاحتفالات بعيد القيامة المجيد المثل العظيم في الترابط والتضامن والوحدة الإنسانية دعيتنا الله في هذه المناسبة أن يديم على مصر الأمن والاستقرار والأمان انتهى مجزء الثالثة من التلفزيون المصري دمتم في أمان الله